أعزائي الطلباء أهلا بكم في هذا الفيديو الثاني المخصص لحساب الانترابطية خلال تحول العكوس لغاز متالي في الفيديو اللول كنا خصصناه لتحولات عكوسة إذن نحن نتبع الخطوات التالية أولا نرى الطريقة المتبعة لحساب Delta S irreversible ونطبقها في التحولات الأدياباتيكية لا عكوسة إيزوترمية لا عكوسة إيزوبارية لا عكوسة وإيزوكورية لا عكوسة أولا طريقة المتبعة لحساب Delta S irreversible في الحقيقة لا نستطيع أن نحسب Delta S irreversible بطريقة المباشرة لذلك سنستعمل طريق جانبي لحيث هذا الطريق هذا فيه طريق ريفيرسيب يعني عكوس يحتوي على الن مرحلة الآن هذا الن مرحلة عندنا طريقة معينة ولا منهجية باش نحسبوا هذه الآن مرحلة منهجية اختيار طريق العكوس راح تكون بحساب العدد الأدنى للمراحل العكوسة الذي يسوي عدد المتغيرات المستقلة والذي يسوي عدد المتغيرات ناقص عدد العلاقات راح نطبقو هذه الفكرة في حالة غاز الميتالي حالة غاز الميتالي عندنا PV إقال NRT عندنا هنا ثلاث متغيرات P و V و T برسيون و تومبراتور إذن لما نأخذ الترانسفورميشون أدياباتيك عندنا ثلاث متغيرات في ثلاث متغيرين وعندنا علاقة وحدة لأننا نقص العلاقة على علاقة وحدة اللي هي PV إقال NRT لذلك حين نشوف عدد المراحل يسوي اثنين نأخذ التحولات الإيزو ترمية هنا لتومبراتوري كونستانت لذلك يقعد لنا فقط المتغيرات اللي عندنا هما الضغط والحجم ناقص واحد اللي دايمن هو نفس العلاقة PV لنرتي العلاقة وحدة يسوي الى واحد المام كونستان راح نشوفوه في ترانسفورميشون إيزو بار و إيزو كور ترانسفورميشون إيزو بار سيكون عندنا متغيرين اللي هو الحجم و درجة الحرارة بالنسبة للترانسفورميشون إيزو كور سيكون عندنا دوو فرياب اللي هما لابرسيون و التمبراتور دونك في حال التحولات الدياباتيكية عندنا في الطريق اللي نتابعوه في مرحلتين أما في التحولات الإيزو ترمية والإيزو بارية والإيزو كورية يكون عندنا طريق واحد عكوس تحولات الأدياباتيكية لعكوسة عدد الحالات الممكنة عندنا هذه الاقتراحات كلها إيزو ترم ريفرسيبل زائد إيزو بار ريفرسيبل إيزو ترم ريفرسيبل لس إيزو كور ريفرسيبل إيزو بار ريفرسيبل لس إيزو كور ريفرسيبل إيزوبر ريفيرسيبل إيزوكور مكناسب وعندما ابعد إيزو تيرم ريفيرسيبل وأكتفى إحوانة sait هذه حيث سيكون عندنا لطب من A إلى B وين يكون عندنا دلتا S من A إلى B سنقسمه إلى مرحلتين مرحلة الأولى إزو تيرم ريفيرسيبل من A إلى C بعد المرحلة الثانية من C نعود أن نجعل B ولكن هذه المرة إزو بار ريفيرسيبل لذلك المرحلة الأولى من A إلى C إزو تيرم ريفيرسيبل ومن C للB إزو بار ريفيرسيبل بحيث كيكون عندي في الحالة الأولى إزو تيرم ريفيرسيبل رح يكون عندي TA إقال TC في الحالة الثانية كيكون عندي إزو بار ريفيرسيبل رح يكون عندي PB إقال PC إذن حيقول لي عندي من A إلى B أدياباتك إريفيرسيبل إقال AC اللي هو إزو تيرم ريفيرسيبل بلس BC إزو بار ريفيرسيبل دلتا S AB ريفيرسيبل إقال دلتا S AC ريفيرسيبل بلس دلتا S CB ريفيرسيبل سنستعمل الفيديو السابق ونعوض في العلاقات بشكل مباشر دلتا S AB ريفيرسيبل إقال N-N-R-L-P-B-P-A بلس N-C-P-L-T-B-T-A يمكن نستعملوا طريقة أخرى اللي هي العلاقة رقم 2 اللي برهلنا عليها في الفيديو السابق اللي تساوي D-A سيقال N-C-P-D-T-T موى N-R-D-P-P طريقة إنتيجرسيون راح نتحصل على العلاقة السابقة اللي هي نفسها لذلك هذه الطريقة الثانية الشرط هنا راح يكون عندنا CP ثبت رحوا لتحولات الإيزو تيرمية هنا في الترانسفورميشان إيزو تيرم عندنا دو بريابل اللي هما في المساعدة وفي المساعدة لذلك تنين ناقص واحد وشي واحد لذلك عندنا طريق واحد لذلك نحسبو Delta S AB irreversible راح نحسبو Delta S AB ولكن ريفيرسيبل ملاحظة متكررتها في بداية الفيديو وعلى شنا نقدر ندير هاتشي لأن Delta S إن فنكشن ديتا ضالت حالا نهتمو بالوضع الإبتدائي والنهائي وما يهمناش طريقة المتابعة دلتا S AB irreversible كي تكون عندنا إيزو تيرم ريفيرسيبل تعطى بالعلاقة التالية Delta S AB تسوي إلى NR LN VB sur VA اللي هو أيضا NL LN PB sur PA تقدروا تستعملوا الفيديو السابق اللي لبرهن على هاد العلاقات رابعا بالنسبة للتحولات اللي إيزوبارية لعقوسة ما عندنا فهاد الحالا la pression est constante donc عندنا دو variاب اللي هما الVolume la Temperature ناقص واحد اللي هو عدد العلاقات اللي هو عندنا علاقة واحدة يسوي إلى واحد دلتا S AB irreversible أحي نحسبو دلتا S AB irreversible ونستعملوا العلاقة نفس العلاقة اللي براهن عليها في الهديو السابق اللي هو دلتا S AB إيجال NCP LN TB sur TA إيجال NCP LN VB sur VA أخيرا تحولات الإيزوبارية لعقوسة عندنا الVolume est constant donc يكون عندنا la pression et la temperatur comme des variables نقص منها نمبر de relation سيبو واحد إذن دلتا S AB irreversible إيجال دلتا S AB ونحسبوها بالعلاقة التالية دلتا S AB إيجال 1CV LN TB sur TA إيجال 1CV LN PB sur PA شكرا على حسن إسغا والمتابعة